السلام عليكم ورحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي وصفات ام يسرى كنتم مني تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله بيت نقدم معكم غلاس اللي تيجي رائع ممكن تقدمي لوليداتك تصوبي انتي وليداتك في هذا الصيف هذا وكيجي المادة قديية لوليد بزاف كيف ما كتشوفوا معي تيجي رائع بالنسبة للمكونات ديال هذا الغلاس هذا فكيحتاجوا كأس كبير عمر ديال الحليب والحليب يكون بارد جيدا كيف ما كتشوفوا انا عندي الحليب وضعتوه في الفريقو حتى ولوليا القيطع ديال التلج كيف ما كتشوفوا لازم يكون بارد باش هكي ينجح معكم الى الى تربطوه مع الكريم شانتي عندي واحد فاني ديال الكراميل وكذلك عندي الكريم شانتي كيف ما كتشوفوا انا اخديتها عادية اه كيجي بها رائع عندي ثلاثة المعالقة صغار ديال الحليب نيدو حتى وكيعطي واحد ديال بالنزوينة في هاد القلاس هادا وعندي ثلاثة المعالقة صغار ديال السانيدة او سكر خاشين في اينا اه كنا وضع الكأس ديال الحليب اللي قد لكم يكون بارد جيدا وكيف ما كتشوفوا معايا كين فيه القطع ديال التلج وكنضيف عليه كريم شانتي وكنطربوه مزيان بالطراب الكهرباء حتى كي طلع لينا الكريمة من بعد غادينا نزيد عليها باقي المكونات اشتركوا في القناة من بعد ما طربت كأس ديال الحليب مع الكريم شانتي كنضيف ليهم باقي المكونات ليه ثلاثة المعالقة صغار ديال السكر سانيدة وعندي كذلك ثلاثة المعالقة ديال نيدو صغار توت يعطي مدق رائع وفلون ديال الكراميل كنبقى مستمر في التطريب حتى كنحصل على هاد الشكل عاقد ليه الكريمة كتكون عاقدة كناخد واحد العلبة علبة ديال الحليب كيف ما غدي نشوفوا معايا بهاد الشكل وكنضيف ليها دوك العويدات ديال الجلاس كنفتح شريطة صغيرة باش هكا ما يخرش لينا الكريمة وخيها كتكون خاترة عاقدة بزدف يعني ما غديش تخرج ليكم تديرو شريطة صغار في الجناب وكتوضعوا دوك العويدات وكتخليوا واحد المسافة ديال سنتيم ما بين عود وعود تقريبا تتخليوا تقريبا واحد سنتيم وكنضيف الكريمة ديالي في العلبة من بعد غدينا نوضعها في الفريقو حتى تجمد ليها مزيان وعد كان قطعها كيف مما كتشوفو انا ملأتها مزيان ورا خرجت لي هاد الكيميه كتيرا اللي بقى لي ممكن انكم تديروا علبة اخرى او لا اه توضعوا في في علبة محكمات الاغلاق وتوضعوها في الكونجيلاتور تقدموها على شكل غلاس بالملعقة ديال الجلاس كيف ما غدي نشوفوا معايا الشكل النهائي انا غدي نوضعوهم في الكونجيلاتور ونرجع باش نوريكم شكل نهائي ديالهم نتمنى تكون عجباتكم هاد الفكرة وصدقوني راه كيجي الجلاس رائع رائع بزاف غير جربوه وكيجي الديد بزاف صفي من بعد غدينا نوضعوهم في الكونجيلاتور ونوريكم شكل نهائي دياله ابقوا معايا من بعد ماش بندلينا الجلاس ديالنا كيف ما كتشوفو كان خرج العلبة وكان قطعها كيف ما كتشوفو تيجي رائع و تيجي رطب ما كيجي شعاقد لي انني مديرش فيه مديرش فيه الميزينة يعني كيجي الديد بزاف ورطب غادينا نضيف ليه الشوكولات كيف ما كتشوفو زينته بالشوكولات اللي ادوبته في حمام مريم وضفت عليه قليل من الكوكاو تقريبا واحد جوج معا الكبار ديال الكوكاو اللي هرمشتهم ماشي طحنتهم زيان فقط خليت فيه خليتوا على شكل اللي حوبيبات كيف ما كتشوفو وكان زين بيه القلاس ديالي وكيجيب هاد الشكل ولي بقالية ضفتو في هاد العلبة ديال القلاس بنتي كيجبها هاد هاد القلاس اللي كيكون في العلبة وكتاكلو بالملعقة ديال القلاس كذلك بالنسبة للقلاس اللي زينته بالشوكولات تيجي بهذا الشكل كيجي رائع صدقوني تيجي لديد بحل ديال بحل ديال الزنقة واللي بقالية ضفتو في هاد العلبة وممكن تستعملوا الملعقة ديال القلاس وتقدموه نتمنى القلاس ديال اليومي كنا الاعجاب ديالكم والفكرة كنا لتلاعجاب ديالكم نتمنى تجربوا الوليداتكم فهذا الصيف هذا ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش بقوا تتوسطوا دائما بالجديد وكذلك ما تنسونيش من اللي لايك دي والكم باي باي مع السلامة اشتركوا في القناة